لكن لا نتكلم على الأعضاء في حد ذاته. نعم. لأن تطبقوا القانون تطبقوا كل القانون وليس نصف القانون. هناك ثغراء قانونية. هناك فعلاق قانوني. المشاريع ربما لم ينتبه لهذا. عندك الستاتويت على فدرسان جانب الفوتبول. المفروض يقول لك القانون الاساسيس الاتحادية يسون ريجي بلانوار سور الاساساسيس سور الاسبور يدكري كاتستوات سور الفدرسان سبورتيف ناسيونال ايه الستاتويت لفيفا. يعني كل القانون الاساسيس الاتحادية خذوها من القوانين الجمهورية. نعم. سور الاساساسيس الاتحادية في الاستاتويت على فدرسان جانب الفوتبول يقول لك ستنسكوليتا لليست يعني انتخابات باش يجيب قائمة بالقائمة. الرئيس يجيب قائمة تاعه. باش يبقى رئيس وحده والأعضاء المكتب الفدرسان ترشحوا وحدهم. لا. هو يجيب لكيب تاعه. بمعنى لكيب. نجيب لكيب تاعي. هذا في الاستاتويت الفيدرازيون. ولكن في المشارع في القانون في المرسوم التنفيذي كاتوستورة سنطننت في الاستاتويتيب. يتكلم في حال شغل النصب يتكلم إلا على الرئيس. يقول لك في الارتف ديسات من الاستاتويت تيب على المرسوم التنفيذي كاتوستورة سنطننت يقول لك على نائب الرئيس ديكون بن نيابا يحضر لجمعية عامة استثنائية في غضون ستين يوم في طادي باسيليس وصنجو يحضر جمعية عامة استثنائية وليس انتخابية هي نيوانس لأنه انتخابية كل أربع سنوات جمعية عامة استثنائية وفي جدول الأعمال نقطة واحدة هي انتخابات وعلى الرئيس الجديد مثل إلا الرئيس يجي كمل لوموندا تاع السابق تاعه يكمل لوموندا أولمبيكا يفهم أنه في حال استقالة شرف الدين وحتى لو كان بقائمة يفهم أنه العضاء ليسوا مجبارين على الاستقالة هدية الثغلة هدية الثغلة ولكن اللي راح يجي من بعد كنديرو انتخابات عنده الحقيقية يقول لكنا نجي بالقائمة وهنا المشكلة هنا صدام الحزرة واش نطبقه 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 المرسومة التنفيذي للافيدانسو تمشي عليه ونطبقه ليسا تبدو للافيدانسو الجديد الفتبول هي أخلاقيا أخلاقيا من المفروض أنهم يستقلوا لأنهم جلد بونجيليكي بفوربيونيكي يجبهم رئيس الاتحاد ورئيس الاتحاد استقال ثم تراجع اعترافا بالفشل لم يتراجع حتى يبقى رئيسا للاتحاد تراجع لإرغامهم على الراحيل لست أدري لماذا قال أنا لوموندو أولمبيك أعطته لجمعية العامة نعم نروح للجمعية العامة كي طرح للجمعية العامة طرح بليكي بتاعك إذا الجمعية العامة قبلت استقالة هما يروحوا ولكن يوم مشكلة في هذه البلاد في الجزائر هذه وانا ما نشفهم لبوفوربيونيك وراهم السلطات العمومية أشقفهم نتكلموا عن القوانين هل لنا أن نطبق جزء من القانون أو أن نطبق ما يحلو لنا من القانون ونتخلى عن الجوانب التي لا تخدمنا من القوانين إذا كان عمار بهلول وياسين بن حمزة وراشيد أوكالي وجلالي طويل لم حبين وربما يبقوا في البروفيدرال وبهلول سمعت ويتكلم شف دي بصارش عند صحابنا في اللي شاندوت ويتكلم وعنده كلمة حق يراد بها باطل يقول أن القانون ما يمنع ليش ما يفرجش علي أن يستقيل كي يستقيل الرئيس هذا حقيقة ويقول هاتي قوانين الجمهورية طيب ياسين عمار بهلول تعمل قوانين الجمهورية غير فالصالح ليس وقانون تنافي والمرصب تنفيدي لفنتيا صوصة التنافي وش يقول لك يقول لك من كان يحوز على وظيفة انتخابية ويترشحه لوظيفة انتخابية أخرى سواء كان رئيسا أو عضو مكتب عليه حين يودع ملف ترشحه للوظيفة الانتخابية الثانية أن يقدم تعهدا بالتنحي من الوظيفة الانتخابية الأولى في غضون ثلاثون يوما من تاريخ انتخابه من تاريخ فوزه بالوظيفة الانتخابية الثانية ويقول لك في هذه المادة السبعة من المرصوب التنفيدي الخاص بالتنافي تعلقه 20-60 لعدل سيدالي خالدي هو كان بكري بكاز سيدالي خالدي بكري التنافي كان بوست بورتوس رئيس مع رئيس وعضو مع عضو يعني تكون رئيس رائبطة تودائية تقول لك تكون عضو مكتب في ديراني ولكن فوق سيدالي خالدي أرد التنافي نحل بوست تكون عضو تودية رئيس سلام المشروس وظيفة انتخابية في نفس المادة السابعة المشروع يواصل وما يقول لك في حال عدم يعني التزام المترشح هذا اللي فاس بوظيفة انتخابية ثانية ما استقاش من المنصب التاعه الوظيفة الانتخابية الأولى إلى مهدد بالشطن من الحركة الرياضية مادة الحياة وفي المادة الحياة في المادة التامنة وما يقول لك القانون الجزائري اليوم اللي يتغاضلوا عليه اليوم يتكلموش عليه يتكلم عليه الجانب ليساعده يقول لك على مصالح وزارة شباب والرياضة انتصر على تطبيق أحكام هذا القانون الوزارة في عهد خالدي ما تبقاتوش داد القانون ويجاز على قلمك وما تبقاتوش في شهر كي جاز بقاك صاب الوارد عدنا قاعدوا وسمه أخد وارد رئيس الاتحاد انسحب من شباب الوزداد نعم انسحب وغوتي وغوتي خير راح لليك ومواقع ولو أنه غوتي هو أقل ضرارة عكس هو القانون يقول لك تخلي الليلولانية التعهد مش تخلي الليلولا لا 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 ولكن على الأقل احتفظ بوظيفة انتخابية واحدة رئيس الاتحاد موش هو المطالب انه يفرض عليهم يتنحاهم المال والوظيفة هو كيف وكيفهم من يسهل على تطبيق القانون واحترابه هي مصالح وزارة شباب والرياضة الوزارة ما دارتش كي يجاسب قاك وصاب الوضع على ما هو عليه أعطا لهم مهلة أخرى حتى 30 سبتمبر وماشي من الحقه نجيك مو يطبق القانون رادياسيون أعطا لهم مهلة المهلة ما ريسبيكتوهاش وحتى لليوم نحن قلقوا إينا لي بسكوهم أطلعوا لهم 15 أفريد لهم 15 مي لهم 16 مي خلاص 30 جون 16 مي 31 يوم نجيك مو يصعوا رادي خلاص سيمون أعطا لهم المهلة وتحجوا الكوروذة ما قدوش فيها هذه غير قانونية لأنهم المفروض راهم ضد القانون راهم في وضع انتخابياتين ومع ذلك ما زالهم في الفيديراسيون وعندهم يعني صحة الوجه يتكلموا على قوانين الجمهورية تحكي بالقانون لما تجي في جنابه هادية عندك ربعة يصغادي الخامس قاسمي غاب على عدة اجتماعات المكتب فيدرالي ترواز أبسونس ترواز أبسونس هم يقول ما قانوش ترواز ويقوله لكن عنده عنده زهما جاشه صافي 5 شوف رأيها تحت ستة قانوش تحوصي بسبعة والمكتب الفدرالي في المدى 19 من القانون الأساسي النموذجي شي بقانوش المكتب الفدرالي تكون من سبعة إلى 13 عضو لو يحبطوا تحت سبعة عضاء سيبوهم مكتب فدرالي تفكر والحل الأخير اللي قدو يديروه قادة فدر للوزارة تفرض عليهم هذه الناس اللي تأتي أبداً ولا يروح للجمع العامة العادية كما يقول الأرتيك الـ 29 في التاليوكاتور الثلاثة والثلاثة والثلاثة في الستاتيوتيب بيسير يقول لك في الجمع العامة العادية لو يتم رفض الحصيلة المالية أو الحصيلة الأدبية أو الحصيلتين بعد يسقط المكتب الفيدرالي بالرئيس وعضاء المكتب